كلنا طبعا بنكون محترين ازاي هننضف الكبة والخلاط والميكرويف وكل الاجهزة بتاعت المطبخ من غير ما نبوزها بالمية والمنظفات والحاجات دي كلها فوتة الموعين من اكوي الفوتة دي بجد سحرية الفوتة دي اللي ما يعرفهشه منتجات اكوي كلها ما بتستخدمش باي منظفات يعني انتي منك كده بتبلي الفوتة اللي معاكي وتعصريها كويس جدا وتبدأي بقى تشتغلي من ضمن الحاجات الاختراعات بجد اللي عاملها اكوي هي فوتة الموعين فوتة الموعين دي غير ان هي بتنظف الموعين من غير منظفات وامنة بقى على جلدك والنهاية مش بتخليك تضطر تستخدمي اي منظفات وكده ان هي كمان بتخليك تنظفي كل الاجهزة بتاعت المطبخ بكل امان من غير ما تخيف ان هي تتقشر او تبوز او اسمها يتمسح او كل الحاجات دي طبعا حتى لو بنتطر ان احنا ننضف الاجهزة بالسلكة بقى او بالمنظفات وكده مرة على مرة بنلاقي الاسم اتمسح فوتة الموعين مش بتعمل كده زائد ان هي بنبقى عصرينها ومن غير منظفات ولا حاجة فبننضف الحاجة وبس كده ننضفها ونمسحها بالوش التاني بتاعها وخلاص على كده طبعا الفوتة يعني متمرمطة معايا فزي ما انتو شايفين هي وصلة لأقصى مرحلة من من ان هي مش نظيفة وكده ولكن انا مستنيا ما خلص خلص وبعدين بقى نقعها نقعد تمام واخسلها بصابونة اكوتاتش بتاعها برضو من اكوي هي الفوت دي ممنوع تتغسل باي منظفات لازم لها صابونة مخصصة اسمها صابونة اكوتاتش من اكوي او اه ممكن تجيب لها اي صابونة زيت زتون ولكن اي حاجة فيها كمويات لا بصوا دي اهم حتة دايما كنا بنخاف ان احنا نقرب اي مية منها وهي ناحية المطور اه انا مضفتها بكل سهولة وكل امان وكل حاجة بالفوتة برضو هتسألوني ايه اللي وصل الكب للمرحلة دي بجد يعني انا بقى دي فترة ما باستخدمها اصلا ماركونة فمعرفش دي بقى يعني اركنة مع ده خلها طراب بقى ولا دون انا صراحة مش عارفة ايه اللي وصلت للمرحلة دي بس تمام ادينا ونظفناها بس كده انا كده خلصت الفيديو بتاع النهاردة قولولي رأيك في الكومنتات وقولولي بتنظفوا الاجهزة دي بايه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته